المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء يواصل جولته التفقدية الى حلب على رأس وفد حكومي كبير ضبط مستوضع للغاز في منطقة الشيخ أبو بكر ووزير التجارة داخلية وحماية المستهلك يوجه بتوزيع المواد المضبوطة على المواطنين الجيش العربي السوري يستهدف إرهابي داعش وجبهة النصرة بريفي دير الزر وحنص من العاصمة السورية دمشق نحييكم ونقدم لكم هذه الساعة الإخبارية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على رأس وفد وزاري يجتمع مع لجنة الإعمار الفرعية في حلب ويشرف على وضع الخطط اللازمة لإعادة الإعمار أنس رمضان بعد الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري في حلب وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد قام وفد حكومي كبير يرأسه رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى مدينة حلب وذلك لوضع الخطط اللازمة لإعادة الإعمار المهندس عماد خميس ترأس اجتماعاً للجنة إعادة الإعمار الفرعية لمدينة حلب حيث تمت مناقشة الرؤى والأفكار للتخطيط الإقليمي للمحافظة والتحديات التي تعترض إعادة الإعمار وكيفية إعادة الألق للمدينة ووضع الآليات اللازمة للتنفيذ رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة تقييم واقع مدينة حلب القديمة بمعزل عن المناطق التنظيمية الأخرى لما لها مخصوصية تاريخية وتشكيل مجموعة قانونية لصياغة التشريعات اللازمة أتينا كحكومة المجتمعين لنتكامل مع ما تقوم في دائماً القيادة السياسية وبتوجيهاتها، توجيهات السيد الرئيس لنتكامل مع ما تقوم في قواتنا من انتصارات لنطور آلية عملنا ونرتقي إلى أن تبدأ فعلاً الحق الجديدة بانتصار حلب بشكل كبير فيما يتعلق بالعمال الحكومي المهندس أحسين مخلوف، وزير الإدارة المحلية أكد المسؤولية الكبيرة الملقاط على عاطق الحكومة في إعادة الأعمار والتأهيل بعد الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري هناك اليوم في عنا محورين أساسيين للعمل في محافظة حلب فيما يخص عمل الإدارة المحلية المحور الأول هو المحور الإسعافي الذي يتيح إعادة الخدمات الأساسية للمناطق التي حررها بواسل جيشنا العربي السوري من رجل الإرهاب المحور الثاني الأساسي هو الرؤية المستقبلي لإعادة عمران مدينة حلاب وهذا يتجلى من خلال إعادة النظر وتقييم المخطط التنظيمي حاليا لدى المؤسسة خمس مضخات موجودة فعليا على أرض هذه المؤسسة سيتم إن شاء الله استبدالها الواحدة والإخرى أيضا هناك خمس محركات جديدة للمضخات ستصعي خلال أيام وسيتم أيضا تركيبة بإضافة إلى وصول مجموعة توليد سطاعة 2000 كابئة يجي تركيبة حاليا في محطة المعالج الثاني والتي كانت من أكبر المحطات المتضررة أثناء الحرب كما أكد وزير سياحة بشر يازجي ضرورة إلى الأسواق التجارية الأهمية الكبيرة لما لها من قيم تاريخية وتراثية كبيرة كما قدم الحضور عدة مداخلات تناولت ضرورة تقييم المخطة التنظيمي وفق المتغيرات الحاصلة ومناقشة المخططات التفصيلية وضرورة التدخل بخطة إسعافية للمناطق الأقل تضررا وقد استعرض الحضور المذكرة المقدمة من محافظة حلب التي تضمنت وضعا رؤية تخطيطية للمناطق المنظمة والمتضررة بالتنسيق بين مجلس مدينة حلب وجهات ذات العلاقة وفق برنامج زمني وحسب الأولويات للأحياء المستهدفة لتأمين عودة الأهالي إليها وتأهيل المنشآت العامة والمباني الحكومية والتركيز على تأهيل البنى التحتية المهندس عماد خميس يؤكد خلال جولة تفقدية في أحياء حلب أنه لدينا خطة عمل طموحة ببرامج زمنية واضحة للمدينة تفاصيل أوفة في هذا التقرير أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خلال جولة تفقدية في أحياء حلب أن الحكومة لديها خطة عمل طموحة وكبيرة ببرامج زمنية واضحة بشأن حلب سيتم الأعلان عنها في نهاية زيارة الوفد الحكومي إلى المدينة كنا نحن باجتماع مع فريق حكومة نحن بجولة تفقدية على كل المواقع حقيقة في مدينة حلب إن كان بعض الكنائس ودور العبادة والقلعة ومن يرى هذا التقريب حقيقة يرى هو يد إسرائيل والحقد الأسود والتخطيط الكبير للنيل من تاريخنا ومن ثقافتنا لكن نحن التواجد والانتصار العظيم ورسالة لألون في أننا باقون ولفت المهندس خميسي لأن التخريب الذي تعرضت له دور العبادة والكنائس وقلعة حلب وأحيائها على أيدي التنظيمات الإرهابية يدل على حجم الحقد الأسود والتخطيط الكبير للنيل من تاريخنا وثقافتنا مشيرا إلى أن تحرير حلب من الإرهاب وجه رسالة لكل العالم بأننا أصحاب حق مستمرون بالتحضير لورشة عمل تليق بمدينة حلب وتضع العالم أمام تحدياته حلب كما لفتت أنظار العالم سابقا بسقلها التاريخي والحضاري والإنساني اليوم تضع العالم والإنسانية جمعا أمام التحدي الكبير جراء ما تعرضت له مدينة حلب القديمة حجم التحدي كبير جدا ومسؤولية النصر تقع على عاتق كل مواطن حلبي على كل المسؤولين الموجودين إن كان بكافة المفاصل من أجل إعادة الألق إلى مدينة حلب القديمة بشكل خاص وإلى مدينة حلب بشكل عام أكبر هدية لأننا كانت اليوم العمل الجبار الذي قاموا فيه ومسؤولين مدينة حلب لتحرير هذه المدينة بالإضافة إلى الجيش العربي السوري نحن أمامنا لم أبكي ولا لحظة على كل هذا المبنى لن أبكي لكن أنا إن نزلت دموعي في لحظة من هذه اللحظات لأنه في أربع جسامين تحت مو أكتر هذا نحن دائما كان رهاننا على الإنسان والإنسان قادر أن يبني الحجر أما هم رهانهم على تدمير الحجارة فهم يظنون أنهم يدمرون حضارة لكن حضارتنا نحن في الإنسان ولم تكن في يوم من الأيام في الحجارة وتوجه الوفد برئاسة المهندس خميس بالتحية والتقدير للقوات المسلحة البسلة على الإنجازات العظيمة في الحرب على الإرهاب وبالمباركة الكبيرة لأهالي حلب وكل سوريا والشرفاء في العالم بانتصار مدينة حلب على الإرهاب وللاطلاع أكثر على مضمون الزيارة الهامة التي يقوم بها الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس معنا عبر الهاتف من حلب مفدت الإخبارية بشرة زيني مساء الخير بشرة وما جديد هذه الجولة التفقدية للوفد الحكومي الكبير وعلى رأسه الأستاذ عماد خميس مساء الخير ليمونة ومساء الخير لمشاهدي الإخبارية السورية اليوم كان يوم عمل شاق بالنسبة للوفد الحكومي في اليوم الثاني لزيارته إلى حلب برئاسة المهندس عماد خميس بدأ اليوم باجتماع التقى فيه الوفد الحكومي مع أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة والمنظمات والنقابات في محافظة حلب أكد من خلال الوفد الحكومي على تأمين المستزمات الخدمية تم مناقشة المستزمات الخدمية والضرورية وتأمينها للمدينة من مياه وكهرباء وشبكات طرق وإطلاق عملية الإنتاج بالإضافة إلى تطوير المخطط التنظيمي للمدينة بالإضافة إلى جولة قام بها الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس للمشفى العسكري إلى مدينة حلب وقيامه بجولة على أحياء حلب والمدينة القديمة شملت كنيسة السيدة للروم الأرثوذوكس والجامع الأموي وقلعة حلب والكنيسة الأنجلية التقى فيها رئيس الوزراء بعدد من المواطني في ساحة الجامعة واستمع خلالها إلى مطالب وشدد على حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للمحافظة كان هناك جولة لعدد من الوزراء في الوفد الحكومي والاجتماعات وزارة الإدارة المحلية والأشغال اجتمعت مع لجنة إعادة الأعمار في مبنى المحافظة جرى خلالها مناقشة المخطط التنظيمي لمحافظة حلب وموضوع إزالة الأنقاض من الشوارع والمناطق المحررة بالإضافة إلى وضع رؤية جديدة ومتطورة للمخطط التنظيمي بما يتناسب مع الظروف الراهنة والإمكانيات بالإضافة إلى ذلك كان هناك جولة لوزير الكهرباء إلى منطقة مريبة للإشراف على إصلاح خط التوتر العالي الذي يغذي مدينة حلب الكهرباء حيث تم الاعتداء عليه من قبل حسب ما ذكر تجار الأنبيرات بالإضافة إلى ذلك كان هناك اجتماع لوزير النقل مع المعنيين في قطاع النقل بالمحافظة كان يأكد من خلاله الوزير على أنه هناك لمسات أخيرة لتأهيل المطار ليكون جاهز في الخدمة بالإضافة إلى العمل على تطوير عمل الخطوط الحديدية وإطلاقة نعم بشرة يعني هل من قرارات اتخذت حتى هذه الساعة من قبل رئاسة الحكومة في حلب في ظل التطورات التي هم موجودون هناك للإطلاع على الواقع الخدمي هل هناك قرارات؟ ليمونة يعني هناك توجه حكومي لتلبية كل متطلبات أهالي حلب حسب الإمكانيات المتاحة يعني هناك في كل الطلبات المقدمة كلها سيجري وضعها على الطاولة وستطبق حسب الإمكانيات المتاحة ولكن بس سأذكر لك أن هناك كان في جولة ميدانية لدوريات حماية المستهلك برئاسة كانت على رأسة وزير التجارة الداخلية ثم ضبط منها وشاحنتين للغاز كانت تحوي صحيح وكان هذا معروف ومشاهد من قبل الإخبارية السورية وكل وسائل الإعلامة السورية فيما يخص هذه الزيارة وكل زيارات التي قام بها الوزراء والحكومة بشرة يعني جرت العادة في الجمهورية العربية السورية أن يكون هناك لقاء أو اجتماع كل يوم ثلاثاء غدا ثلاثاء يعني هل سيكون هناك جلسة استثنائية في محافظة حلب للحكومة السورية هناك وربما نشهد بعض القرارات هل لديك معلومة بأن سيكون غدا جلسة استثنائية في محافظة حلب للحكومة السورية؟ ليمونة الوفد المرافق برئاسة المهندس عماد خميس يعني لا تنقطع اجتماعاته اجتماع ولا اجتماع بالإضافة إلى الجولات الميدانية يوم الثلاثاء نحن متعودين على جلسة اسبوعية لمجلس البزراء ولكن الحكومة فينا نقول كاملة هي موجودة في مدينة حلب فحلب ستكون هي ضمن الأولوية للجلسة الاسبوعية لمجلس البزراء والتي على الأغلب ستعقد في حلب نعم زميلة بشرة زيني نتمنى لك التوفيق وأشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاحات إلى اللقاء أهلا بكم جديد مشاهدين لمتابعة هذه الساعة الإخبارية ونبقى في حلب أيضا حيث قام وزير الكهرباء المهندس زهير خربطلي بجولة على قرية حربيل طلع خلالها على أعمال الصيانة للشبكات الكهربائية قام المهندس محمد زهير خربطلي وزير الكهرباء بجولة تفقدية في قرية حربيل في ريف حلب الجنوبي بهدف الإطلاع على أعمال الصيانة للشبكات الكهربائية وطلع الوزير على الأعمال التخريبية من قبل مجموعات مسلحة في منطقة حديدان بالريف الجنوبي محاولة لمنع وصول الكهرباء إلى أهالي حلب محافظة حلب ما قبل الأزمة كانت تتغذى كهربائيا من خمس مصادر تغذية يلي هندن محطة توليد زيزون ومحطة توليد حلب الحرارية وسد شرين وسد السورة ومحطة حما كانت قيمة الطاقة الكهربائية المتاحة في محافظة حلب تعادل ثلاث من قيمة الطاقة الكهربائية الإجمالية المتاحة للقطر بعد أن قامت المجموعات مجموعة الهوي بتدمير برج دارة مزدوجي 230 منعت وصول تأيار كهربائي قبل هذا الوقت حاليا وجدنا حل بديل مؤقت ريسما يتم إعادة تجهيز الأبراج التي انهارت وبعد فترة سيتم تغذية مدينة حلب بخطوط رئيسي 230 كيلو فولت وتأمين كمين من الكهرباء وافي حيث يتأمن تأغذية المواطن لا تقل عن عشر ساعات وأكد الوزير أن وزارة الكهرباء تسعى جاهدة لتأمين التغذية الكهربائية للمدينة بالسرعة الممكنة وعلى وجود مشاريع مستقبلية لتزويد المدينة بكميات إضافية من الكهرباء كما قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي بالتزامن مع زيارة الوفد الحكومي بتوجيها من السيد الرئيس بشار الأسد للاطلاع على واقع المدينة وتأمين احتياجاتها قامت حماية المستهلك بالضبط مستودعا في منطقة الشيخ أبو بكر حيث يحوي المستودع على نحو تسعمائة استوانة غاز أنا أول شيء كوزير للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بعتزر كثير من أهلنا في مدينة حلم أقول له أننا مقصرين أزمة الغاز ونوعية الخبز ليست في المستوى الجيد الدولة دفعت 18 مليار ليرة سوري لتحسين نوعية الخبز للأسف الشديد في زياراتي اليوم مبارح بالليل على الأفران لم تكن نوعية الخبز كما يجب كانت دون الجيد وهذا الشيء مزعج جدا أزمة التوزيع أصوانات الغاز كمان مانا عادلة مانا صحيحة هلا من التفاجأ بهذا المستودع في 600 صوانت غاز في ثلاث سيارات غاز بره موقفة عم تنبع أنية الغاز بـ 600 بـ 6000 ليرة تقريبا أنا جدا بعتزر من أهلنا في حلب من أنه خلال شهر إن شاء الله ستكون الأمور تغيير جدا الوزير وجه بتوزيع أصوانات الغاز المضبوطة في المستودع على المواطنين في ذات المنطقة مؤكدا حرص الوزارة على تأمين جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية والحياتية للمواطنين هذول الأناني بيطلعوا شيء تسامية أنينة رح نجيب سيارات نحنا ونعبيا ونوزعاهم بالحارة ضبط المستودع الذي يحوي على 900 صوانة غاز في منطقة الشيخ أبو بكر في مدينة حلب يأتي ضمن الخطوات التي تثبت حرص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الحد من جشع المحتكرين وعلى الارتقاء بعملها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين كما التقى وزير النقل المهندس علي حمود على هامش جولته مع الوفد الحكومي أسرة النقل في حلب وأكد السيد الوزير خلال الاجتماع الذي ضم مديري قطاع النقل البري والسككي والطرقي والجوي على أهمية الجهود الوطنية التي بثلت الحفاظ على قطاع النقل واستمرار عمل المشآت في حلب رغم الحصار والإرهاب والقذائف التي طالت هذا القطاع وحجم الأضرار الكبيرة التي طالت هذا القطاع والتي تتجاوز المليارات عدى الشهداء والجرحة بدأنا بموضوع السكك الحديدية وتفعيل السكك الحديدية ووضع استراتيجي على عمل السكك الحديدية لكافة محافظات القطر وبالأخص تشغيل خط القطار ضمن مدينة حلب ونقل الركاب من محطة بغداد إلى محطة جبرين إن شاء الله بالقريب الحاجل كذلك نسعى لتشغيل خط المسلمية وسنقوم بتأمين وصول القطار إلى كل موقع يحرره الجيش العربي السوري سلاح الجو في الجيش العربي السوري استهدف تجمعات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في قرية الجفرة بدير الزور ووحدات الجيش تقضي على إرهابيين من جبهة النصر بريف حمص الشرقي ينفذ الجيش العربي ليات دقيقة تستهدف تجمعات وتحركات تنظيم داعش الإرهابي على عدة محاور وفي دير الزور ذكر مراسل الإخبارية أن سلاح الجو استهدف تجمعات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في قرية الجفرة كما وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات لتحركات إرهابي داعش في الإحسينية والجنينة ومحيط التيم وفي ريف حمص الشمالي قضت وحدة من الجيش على إرهابيين من تنظيم جبهة النصر ودمرت لهم مربضي هون في قرية أم شرشوح تلك الضربات أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم متزعم ما يسمى سارية الهاون في تنظيم جبهة النصر إضافة إلى تدمير سيارة دفع ربعي مزودة برشاش وكانت وحدات من الجيش العربي السوري قضت على العشرات من إرهابي تنظيم داعش ودمرت لهم عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاش ثقيل في ريف حمص الشرقي ساعتنا مستمرة وفيها بعد قليل إيران تؤكد أن زيارة المعلم لتهران جاءت ضمن الاتصالات المستمرة بحثا عن حلول سياسية للأزمة في سوريا اللقاء يتجدد بعد الفاصل اشتركوا في القناة ايران تؤكد أن زيارة المعلم لتهران جاءت ضمن الاتصالات المستمرة بحثا عن حلول سياسية للأزمة في سوريا عشرات الشهداء والجرحة في سلسلة تفجيرات إرهابية في العاصمة العراقية ردنا على العدوان السعودي المتواصل الجيش اليمني يقضي على عشرات من الجنود السعوديين قرب نجران اشتركوا في القناة تؤكد أن زيارة الوزير المعلم لتهران جاءت ضمن الاتصالات المستمرة بحثا عن حلول سياسية للأزمة في سوريا وتشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية بين انتصار حلب العسكري الذي صنعه الجيش العربي السوري ومحادثات الأستان المرتقبة جاءت زيارة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إلى إيران في إطار تبادل الأراء والتشاور بين دمشق وتهران وتقديم الشكر لإيران على وقوفها إلى جانب سوريا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أكد أن محادثات الوزير المعلم تركزت حول نتائج اجتماع موسكو الثلاثي وضرورة استمرار التشاور والتنسيق من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يجب توفير الظروف مناسبة للمحادثات السورية القادمة في العاصمة الكزاخية أستانا بهدف الحصول على نتائج إيجابية وقد توصلت الدول الثلاث روسيا وإيران وتركيا كنتيجة الاجتماع إلى بيان مشترك يتضمن إجراءات سياسية لتسوية الأزمة في سوريا مع التأكيد على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية إيران التي وقفت مع سوريا منذ عقود ضد الإرهاب الصهيوني تواصل وقفتها مع سوريا وهي تواجه الإرهاب التكفيري وقد رأت في زيارة الوزير المعلم إلى طهران استمرارا للاتصالات بين الجانبين بحثا عن حلول سياسية للأزمة كما قال مدير عام دائرات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية محمد إيراني إن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم لإيران جاءت في الوقت والظرف المناسبين واستمرارا لخط الاتصالات القائمة بين مسؤولي البلدين بعد الانتصارات التي تحققت في مدينة حلب الزيارة أعادت التأكيد على استراتيجية العلاقة بين دمشق وطهران وثبتت تفهم محور برمته في معركة مصير المنطقة في العراق عشرات الشهداء والجرحة بسلسلة تفجيرات إرهابية ضربت العاصمة بغداد وضواحيها وتبناها تنظيم داعش الإرهابية عول إبراهيم عام الانتصار على الإرهاب كما وصفه الرئيس الفرنسي فرانسواء أولند لم يكن كذلك على سكان مدينة الصدر فبينما كان أولند يبدأ زيارة رسمية للعراق استشهد عدد من الأشخاص في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد مصادر عراقية أكدت أن سيارة مفخخة انفجرت في صحة رئيسية مزدحمة بمدينة الصدر ما تسبب باستشهاد عشرة أشخاص على الأقل وإصابة خمسة وثلاثين آخرين بجروح في حين تبنى تنظيم داعش الإرهابية التفجير واستهدف التفجير تجمعا لعمال مياومين عند مدخل المدينة والتي تتعرض بشكل مستمر إلى تفجيرات دامية وشهدت العاصمة العراقية خلال الساعات الأخيرة عدة اعتداءات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة إضافة إلى التفجيرات التي تستهدف المدنيين في مناطق متفرقة ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين شهيد وجريح وكانت بغداد التي ودعت عام 2016 بانفجار مزدوج هز منطقة السنك مجبرة على استقبال عامها الجديد أيضا بسلسلة انفجارات لتبدأ هذا العام بمسلسل التفجير الذي يأتي بالتزامن مع تقدم الجيش في الموصل شنت سلطات الاحتلال حملات اعتقال جديدة في الضفاة الغربية والقدس المحتلتين وداهمت عددا من ملازل الفلسطينيين كما فرضت طوقا أمنيا على بلدتي عناتا وحزمة بالقدس المحتلة خليل إبراهيم والتفاصيل حملات اعتقالا مستمرة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفاة الغربية والقدس المحتلتين طالت سبعة شبان الحملة تزامنت مع مداهمة منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها فيما شاهدت تحياء بالضفا والقدس المحتلتين مواجهات رشقة خلالها شبان جنود الاحتلال بالحجارة على الخط نفس قوات الاحتلال الصيوني تفرد توقا عسكريا على بلدتي عناتا وحزمة بالقدس المحتلة وتدفع بتعزيزات عسكرية نهيك عن نصب الحواجز على الطرق المؤدية إلى القريتين وإمعانا في التضييق على الفلسطينيين شرع المستوطنون الصهينة بإقامة بورة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة وبذلك فأنهم يستولون على مئات الدنومات الجديدة من أراضي المواطنين من جهته زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت أعلن عن نية حكومته طرح مشروع قانون في الكنيسة ينص على ضم مستوطنة معليا دوميم شرقي مدينة القدس المحتلة إلى كيانة وفرض السيطرة على المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية المحتلة وذلك في تحدي سافر لتبني مجلس الأمن الدولي مؤخرا قرارا يدين الاستيطان الصهيوني ويطالب بوقف بناء المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين قررت ما تسمى لجنة السلوك والأداب في الكنيسة الصهيوني إبعاد النائب في القائمة العربية الموحدة باس الغطاس من التجمع الوطني الديمقراطي لمدة ستة أشهر على خلفية قضية نقل هواتف ورسائل مشفرة للأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلية وكان غطاس تنازل عن حصانته بالكنيسة تعقب اعتقال شرطة الاحتلال له الأسبوع عام قبل الماضي بتهمة نقل هواتف خليوية ورسائل للأسرى بسجون الاحتلال وبدأ التحقيق معه يذكر أن محكمة الاحتلال قررت لثلاث مرات تمديد اعتقال غطاس ثم حولته نهاية الأسبوع الماضي إلى الحبس المنزلي عقب جلسة محاكمة له أعلن مصدر عسكري يمني مقتل عشرة جنود سعوديين باستداف الجيش واللجان لمقراتهم خلف موقع السوديس في مرتفعات رجلاء بنجران السعودية فسائر فادحة يتكبدها النظام السعودي بشكل متكرر في ظل عدوانه الوحشي على الشعب اليمنية عشرة جنودا من قوات النظام السعودي قتل إثر استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية لآلياتهم خلف موقع السوديس بنجران وذلك بالتزامن مع تدمير آلية أخرى في مرتفعات رجلاء بذات منطقة ووسط استمرار تصعيد عمليات الجيش واللجان في جبهات الحدود بشكل عام قسف الجيش بالمدفعية مبنى جوازات الطوال بالجيزان وتم تحقيق إصابات مباشرة في تعز قتل وجرح عدد من قوات الرئيس المستقيل عبدرب منصور هادي بقسفا مدفعيا للجيش اليمني استهدف مواقعهم في منطقة الحريقية بمديرية ذباب جنوب غرب المدينة تطورات ميدانية تأتي مع استمرار شن طيران النظام السعودي غارات عدة على مناطق متفرقة من اليمن حيث استهدفت الغارات منطقة الزافن بمحافظة حجة غرب البلاد ومديرية الحجيلة ومعسكر الدفاع الساحلية وذلك بالتزامن مع استهداف مفرق الصليف شمالي المدينة الساحلية ما أدى لاستشهاد مدنيين خمسة شهداء وثلاثة جرحة سقطوا أيضا بغارة جوية استهدفت منزلهم في وادي حباب بمديرية صرواح غربي مأرب بالتوازم عشن خمس غارات جوية على جبل النار وفش حرض بمديرية حرض الحدودية في محافظة حجة يأتي ذلك في حين كثفت قوة النظام السعودي لقصفها الصاروخي على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه غربي صعد شمال البلاد ما أسفر عن إلحاق أدرار مادية كبيرة في تلك المنطقة مشاهدين تتابعونا بعد هذا الفاصل تقارير ترجح طوارط شرطة أردغان في الهجوم على الملحى الليلي في اسطنبول لقاؤنا يتجدد بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السلطات الإسبانية تمنع عشرات الأفاريق من العبور إلى مدينة سبتة مقتل سبعة أشخاص على الأقل في تفجيرين انتحاريين قرب مطار العاصمة الصومالية ترجمة نانسي قنقر أيضا في هجوم ملحى اسطنبول ورئيس الشؤون الدينية المقرب من أردغان متهم بتحريض مرتكبي الجريمة فيما أعلم النظام التركي يستمر علنا في دعم الإرهاب ويشجع على القتل خفايا الهجوم المسلح على ملها رينا في اسطنبول بدأت تتكشف واحدة تلو الأخرى أصابع الاتهام توجه مجددا إلى الشرطة التركية لا سيما أن الإجراءات الأمنية التي كانت موجودة في تلك المنطقة لا تسمح لدخول أي إرهابي دون تفتيش وهو ما يعزز فرضية الكاتب التركي المعروف جان أتاكلي مشبها الحادث بما حصل في عملية اغتيال السفير الروسي في أنقرة أواخر الشهر الماضي ورغم نشر الإعلام الموالي لنظام أردغان أنباء عن إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم إلا أن الكاتب أتاكلي الذي عبر عن لسان حالي الكثير من المعارضين أكدان احتمال أن يكون منفذو الهجوم رجال شرطة دخلوا إلى الملها مستخدمين صفتهم الأمنية أكثر إضافة إلى وجود شكوك كثيرة حول تفاصيل الهجوم مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجرمين دخلوا ونفذوا العملية ومن ثم خرجوا من الملها بعد أكثر من سبعة دقائق دون أي تدخل أمني وسائل الإعلام المعارضة أكدت بدورها أن التحريض الذي قام به الداعية محمد غورماز رئيس شؤون الدينية في تركيا والمقرب من أردغان كان له دور كبير في شحن وتحريض المتطرفين في كافة أنحاء البلاد قبيل مناسبة رأس السنة الميلادية ليس النظام التركي أو رئيس شؤونه الدينية وحدهم المتورطون في دعم الإرهاب بل أيضا إعلام أردغان والموالين له من الصحفيين والكتاب سيردار أرسافان الكاتب في صحيفة ميلاد وفي مقابلة تلفزيونية على محطة اي تي في أكد أن الكفاح مستمر ضد المحتفلين بمناسبة رأس السنة مهما سقط من ضحايا حسب تعبيره السلطات الإسبانية تمنع مئات المهاجرين الأفارقة من العبور إلى مدينة سبت المغربية الخاضعة للسيطرة الإسبانية التفاصيل في هذا التقرير معها يا عباس يخاطر العشرات من الأفارقة بحياتهم في محاولة يائسة للوصول إلى القارة الأوروبية فلا يضير أن يتسلق هذا الحاجز الشائك بكل ما فيه من خطورة 800 مهاجر إفريقي على الأقل حاولوا العبور إلى مدينة سبت المغربية الخاضعة للسيطرة الإسبانية في رحلة محفوفة بالمخاطر حيث تمت إعادة معظمها وأظهرت صور بثها تلفزيون فارو المحلية العشرات من المهاجرين وهم يتسلقون إلى قمة الأسوار التي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار قبل أن يتم إنزالهم بواسطة الرافعات بما استخدمت السلطات الإسبانية الحوامات لتطويق المشهد الحكومة الإسبانية قالت في بيان إن نحو 1100 مهاجر حاولوا اجتياز الأساور لم يسمح بالدخول إلى سبتة إلا لاثنين منهم لتلقي العلاج بينما أعيد الباقون إلى المغرب يذكر أن المهاجرين الأفارقة درجوا على استخدام مدينتي سبتة ومليلة للدخول إلى القارة الأوروبية وكان أكثر من 400 من المهاجرين من الدول الإفريقية جنوب الصحراء نجحوا في أوائل شهر كانون الأول الماضي بالعبور إلى جيب سبتة عن طريق تسلق الأساور المحيطة به فيما ألقت السلطات الإسبانية القبض على العشرات لأنه احتلال غصب يضرب في كل ساعة بعرض الحائط كل العهود والمواثق الدولية ليس مستغربا على الكيان الصيونية تسليط آلتها مجيته نحو أطفال فلسطين أفادت مصادر أمنية صومالية بمقتل سبعة أشخاص بعضهم من قوات الأمن جراء هجومين انتحاريين بسيارتين ملغمتين استهدف منطقة قريبة من مطار العاصمة مقديشو واستهدف أحد الانفجارين نقطة التفتيش التابعة لمقر بعثة حفظ السلام الإفريقية ما فتح الطريقة أمام السيارة الأخرى للعبور باتجاه فندق السلام الذي يرتاده أجانب حيث جرى التفجير الثاني اتقلت الشرطة الاندونيسية قبطان سفينة اندلع فيها حريق أسفر عن مقتل 23 شخصا إذ تحدثت التقارير أن القبطان كان أول من رمى بنفسه خارج السفينة بعد نشوب النار وكانت السفينة زهر أكسبريس غادرت الساحل القريبة من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 250 شخصا للاحتفال بالعام الجديد في جزيرة تيدونغ السياحية عندما أصيب محركها بعطل نشب على إثره الحريق في خبارنا الأخير قتل 50 شخصا على الأقل جراء أعمال الشغابين اندلعت في سجن بمدينة ماناوس شمال البرازيل ونقلت رويترز عن رئيس الجهاز الأمني في ولاية أمازوناس البرازيلية سيرجيو فونتيس قوله لقناة جلوبو البرازيلية إن شجارا بين عصابات مخدرات اندلع الليلة الماضية في السجن وتطور إلى أعمال شغب متوقع ارتفاع عدد القتل أيضا وكان هناك 25 سجينا قتلوا في تشرين الأول الماضي إثر اندلاع أعمال شغب في سجن بمدينة بوافيستا البرازيلية إلى العنوين المهندس عماد خميسيو رئيس مجلس الوزراء يواصل جولته التفقدية إلى حلب على رأس وفد حكومي كبير الجيش العربي السوري يستهدف إرهابي داعش وجبهة النصر بريفي دير الزور وحمص عشرات الشهداء والجرحة في سلسلة تفجيرات إرهابية في العاصمة العراقية تقارير ترجح تورط شرطة أردغان في الهجوم على الملحى الليلي في اسطنبول وكان في هذه الساعة أيضا السلطات الإسبانية تمنع عشرات الأفاريق من العبور إلى مدينة سبتة شكرا لحسن المتابعة مشاهدين الكرام في نهاية هذه النشرة لا يسعنا إلا أن نقدم لكم أطيب المنى مني ومن فريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة